والآن نذهب إلى زميلنا في حيفا الذي يقرأ لنا كل ليلة أبرز ما جاء في الإعلام الإسرائيلي الأستاذ وائل الكلام لك شكراً لكم وإلى اللقاء غداً بإذن الله شكراً لك الأستاذ العزيز سامي والمشاهدين أحياناً في خضم الحرب تضيع النقاشات والأفكار التي كانوا يقولونها سابقاً لذلك يذكر اليوم كاتب اسمه يعانى جونين في هارتس أن هذه الحرب من أجل سلامة الزعيم يعني يقصد ويذكر الجنود الذين يقاتلون الآن يقول لهم أنتم يهيئونكم أن ذلك من أجل تلامت إسرائيل أم من إسرائيل ولكن في حقيقة الأمر أنتم تقاتلون من أجل تلامت نتنياهو السياسية على فكرة تذكرون مرة كان هذا هو النقاش المركزي في الاستيديوهات بأن نتنياهو يحرك كل شيء حسب مصلحته الشخصية وأغلب المحللين كانوا مقتنعين بهذا الكلام فجأة وخصوصاً عند الهجوم على لبنان ولما بدأوا يحتفون بالإنجازات اختفى هذا النقاش اصطفوا معاً تشجيع ضرب لبنان أخذتهم السكرة وهم يرون أجل تنفجر وقيادات حزب الله تقتل وهكذا الآن مرت هذه النشوة هذا النقاش وواضح أنها التوقعات حينها عن ما سيحدث بحزب الله بعد الضربات على أرض الواقع الوضع أقل بكثير مما تخيلوا في مفاهيم معينة عكس ما تخيلوا نعود للمقال يقول الكاتب بأن القائد العام للشرطة في إسرائيل داني ليفي لما وصل إلى مكان الهجوم المسلح في الإخدارة قبل أيام قال هذا قدرنا يوضح للناس لماذا يقتلون وحينها هجموا بأنه أنت مفروض أن تأتي لكي تحمينا وليس لكي تشرح لنا إيماناً لماذا نقتل جاء في المقال أن هذا تصريح غبي حتى أنه لا يصلح لبرنامج تاخر ومن دون قصد نجح قاعد الشرطة بتلخيص الروح الإسرائيلية السائدة حالياً الروح الحقيقية ليست تلك التي في الإعلانات هناك في الإعلانات كل وحدة كل قوة كل شجاعة كل مشتاق أن يعود لجمعات القتال الروح الحقيقية بأنه هناك حالة من الشغور بأنه هذا قدرنا هذا ما يقوله في قرارة أنفسهم أيضاً جنود الاحتياب الذين يتم تجنيدهم للمرة الثالثة والرابعة ولكن هذه الحرب ليست قدراً الحكومة اختارت استمرارها ومواصلتها لأكثر من عام لتفكيك إسرائيل وتدمير غزة انتبهتوا؟ تفكيك إسرائيل وتدمير غزة وكل ذلك من أجل الهدف المقدس المتمثل في الحفاظ على حكم نتنياهو وتحقيق الأوهام المظلمة له والشركات ولقد تم عملية نسيان المختطفين من اليوم يتحدث في إسرائيل عن المحتجزين؟ يتم إرسال الشباب للموت من أجل أهداف مفبركة مخترعة مرة قالوا خط فلاديلفيا هو مربط أمنة ثم يتنازلون عنه رويداً رويداً ثم يتم تطهير جباليا ثم تطهير جباليا مرة أخرى ويتم ترحيل اللاجئين إلى الشمال ثم إلى الجنوب وهكذا دوالي والآن يتقدمون إلى لبنان وبعدها يقولون إيران ونعود مرة أخرى إلى فلاديلفيا وهكذا ربما يكون هذا هو مصيرنا هذا ما يقول السكان أيضاً موجودين بالملاجئ الذين يرتعدون كلقاً كل يوم سمح بالنشر جديدة من الناظق الرسمي كل بضعة أيام هجوم مسلح مميت كل بضعة أيام تنفجر طائرة بدون طيار طفارات إنذار لا نهاية لها في كل مكان سياسة اليمين فاشلة والمشكلة أن بعض الناس في إسرائيل يقنعون أنفسهم أن الحل بالتصويت للمزيد والمزيد من التصويت ليمين أكثر يعني غريب يقول الكاتب اليأس والعجز هما الأكسوجين الذي يغذل أنظمة الاستبدادية والتي تستخدمها لإقناع المواطنين بأنه لا جدوى من المقاومة والحلم لقد قال المفوض العامل الشرطة بأن هذا قدرنا وبالتالي سنستمر في ابتلاع المزيد والمزيد ونكتسح أي خائن يقترح علينا طريقا آخر يقول الكاتب في نقد شديد إذن ليس هذا قدرنا يقول الكاتب وأنتم لا تدافعون عن أمن إسرائيل إنما عن بقاء نتانيا هو تقتلون من أجل ذلك يحذر الجنود أنتقل للفيديو الأول هذا الشخص الذي بصيب كاميرات السيارة صورته هو منفذ العملية التي كانت اليوم في شارع أربعة كرب أجدود نفذ العملية قتل الشرطي أول شرطي وصل إلى المكان سمع النداء وصل لوحده وصل مسرع وأصيب أربعة آخرين إذن عملية جديدة بنكفير كالعادة وصل إلى منطقة العملية بالمناسبة قال تصريحه بأنه فقط تسليح الناس هو الحل اللي بيسويهوه أراد الصحفيين يسألوه بعض الأسئلة ولكن بنكفير هرب هرب من ساحة العملية هرب من أسئلة الصحفيين وقالوا له أنت تهرب من أمامنا طبعا كانوا يريدون أن يسألوا عن فشل المتواصل تمكت المنفذ العملية أصب من غزة يعيش في الضفة يبحثون الآن عن سؤالين كيف وصل إلى المنطقة دون أي تحذير ومن أين أتى بالمسدس كان معفقة مسدس بمعنى مش رشاش أو متفجرة أخرى منذ بداية الشهر نتاج العمليات مقتل 12 إسرائيلي ونتاج الجنود بالشمال بالعملية بالدخول الأرضي على لبنان وأيضا في غزة والأربع الذين قتلوا بالطائرة المسيرة في منطقة ودي عارة أو أكثر من 30 جندي قتلوا هذا الوضع على الأرض أما أمنيا في السماء بمعنى القصف من لبنان كل ما قيل بأن العمليات على لبنان هدفها أن تعيد سكان الشمال إلى بيوتهم تفكروني الهدف كل الضرب في لبنان عشان يرجع أهل الشمال وإبعاد كوى الرضوان عن الحدود من الواضح على الأرض حتى الآن إذا أرادوا ولا خطوة يستطيع أن يقترب الناس إلى بيوتهم في الشمال حسب الإعلام الإسرائيلي تم أسر أربع مسلحين اليوم من كوى الرضوان عرضوا لهم بعض الفيديوهات يتم التحقيق معهم يصورون أن أحدهم بالأسر وعراين بأنه بقول عرضوا له فيديو بأنه قوى حزب الله كلها هربت من الحدود بش ولا قوى الرضوان عن الحدود مع أنه برضو بنفس وسيلة الإعلام بتحدثوا عن مواجهات على الحدود يعني الأسير بقول لكل هرب وهني مسكوا منين بقول لكل هرب والمواجهات مستمرة على في الكرة الجنوبية قبل أيام حللوا كلمة نائب الأمين العام لحزب الله أمين قاسم بأنه مع إيقاف إطلاق النار تذكرون في إسرائيل حللوا بأنها حزب الله بدأ يفهم أخيرا بأن عليها أن يفصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة اليوم كان كلمة أخرى لنائب الأمين العام تغير التحليل بدأوا يقولون حزب الله حتى الآن يرفض الفصل بين الجبهتين ويرفض أن يوقف القصف ما دام هناك حرب في غزة اسمعوا كل جمعة بتسمع تحليل استراتيجي عميق مختلف بعد أسبوع ينقلب هذا التحليل أنا صراحة ما بعرف كيف ما بيخجى المحلل نفسه نفسه يستنتج شيء بعد أيام يستنتج عكسه ويقوله لنفس الجمهور الغريب أكثر ما في حدا بيسأله أنه مش الأسبوع الماضي قلت لنا إشي ثاني تنتجت إشي ثاني إذن الوضع الأمني من حيث العمليات في إسرائيل ومن حيث القصف من حزب الله ما زال الوضع صعب ولا يشعر المواطن في إسرائيل نتائج كل الإنجازات التي يتحدث عنها نتنياهو وقلند وهليفي والآخرين الفيديو الثاني كنا نقول إيران لا ترد إيران تتأخر بالرد إيران يعني عندها مشكلة في الرد إذا أردنا أن نركن على الإعلام الإسرائيلي وما يقولون مؤخرا إسرائيل مترددة في الرد إسرائيل لا تعرف بالضبط كيف يرد كانوا يقولون يجب أن يكون الرد فوري فوري الآن تغيرت الإسطوانة اسمعوا حسب كنا 12 الادعاءات هي كما يقولون أنه في نقص في صواريخ سكاد هاي الصواريخ المعدة للتصدي للرد الإيراني اللي رح يكون ردا على الرد الإسرائيلي الآن المتوقع وبقولون أن هذا هو سهب التأخير مع الناس صواريخ سكاد كفاية تعال نجيب صواريخ سكاد واليوم بدأت توصل المنظومة الجديدة الأمريكية إلى إسرائيل ولكنها غير منصوبة في كل مكان ولن يستطيعوا نصبها في كل مكان اللي بتتصدى للصواريخ ما يدعى أيضا في نفس القناة أن أمريكا هي من لا تريد رد إسرائيل على إيران عنيف الآن حسب السيناريو رد إيران سيأتي بعد أسبوعين يعني إذا ضربت إسرائيل الآن إيران سترد بعد أسبوعين يعني قم الأيام من الانتخابات الأمريكية اللي بعد ثلاث أسابيع وهذا قد يؤثر على الانتخابات الأمريكية وبإسرائيل بعض الستوديوات بغضبوا بأنه نحن نربط أمنا بالانتخابات الأمريكية الغريب أنه جلن قبل أيام قال ضربة حزب الله ستكون قوية ستكون دقيقة لن يعرفوا من أين تأتي الضربة يعني شعرت بأن كل شيء مرتب إما أن تغير وإما كان فقط تهديد ونثانياهو قال نفس الحديث الإعلام نفسه اللي قدس قدس الأسبوع الماضي كله للحديث عن قصف المفاعل النووي في إيران ضرب البناء التحتية في إيران ضرب مصاف النفط والغاز أيهما أفضل بنكو تكي بتنكي يعني ينكو الآن تغير الموضوع يتحدثون عن ضربة معقولة يعني من ضرب المفاعل النووي إلى ضربة محدودة جدا بالمناسبة تذكرون جلن تن أسبوع الماضي قال سأذهب للبيت الأبيض نثانياهو قاله لا تذهب إلا إذا اتصل بي بايدن بايدن خناء لتهديد نثانياهو لابتزازه واتصل جلن تلم يذهب للبيت الأبيض بالآخر الفيديو الثالث في قناة آية 24 يتحدثون بتحليل أنا باعتقادة على الأقل تحليل سخيف سخيف من يقوله إما بتهبل عمدا يعني بيصخر بيضيع الجمهور أو أو عنده ذاكرة سمكي على الأغلب الأولى اليوم في القناة أجروا مقابلة مع محلل العسكري في موقع وينين اللي تابع لا يدعوه غاضب غاضب لأنه الأمريكان يريدون أن لا تضغط إسرائيل على غزة بمانع الطعام يعني فيه شيء خطر يقول حركنا كل أوراق الضغط على حماس التهجير دخول رفع خط فلاديل فيا ضرب المستشفيات قتل القيادات حركنا كل الأوراق والآن يريدون أن يستخدموا الورقة الأخيرة فيه تجويع بغزة يجب أن نجوع أكثر لأنه كيف نضغط على حماس حركنا كل الأوراق ولم تنجح الصفقة إذن لنستخدم الورقة الأخيرة أن نجوع أكثر فيه تجويع ولكن أكثر وغاضب لأنه الأمريكان يمنعونهم أولا تعلمنا كلما قالت أمريكا لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا فهذه فعليا هي مقدمة لما سيفعلون لما سيحدث هذا مثلا حدث وقت رفح مثلا اليوم المحلل غاضب أيضا بأنه أمريكا هي من كشفت للعالم للأعداء خصوصا أنه إسرائيل على ارتباط كبير بأمريكا تابع لأمريكا بشكل كبير من حيث السلاح شو هذا الكشف شو هذا فيه ولد طفل بالعالم لا يعرف بأنه إسرائيل مرتبطة بأمريكا كل هذا الارتباط من سرتها قال وقال بأنه أمريكا هي من سربت بأنه هناك قلة سلاح لديها لدى إسرائيل عمليا في الصواريخ السكاد وأنه هذا يعرض الأمن الإسرائيلي للخطر إيك حلله مش لحاله في كثير حلول زيه أنتقل للفيديو الرابع ما زالت جهات يمينية متطرفة في إسرائيل ترى أنه المزيد والمزيد من الضغط المزيد من المزيد من الأفكار القاسية اللئيمة غير الإنسانية ضد الفلسطينيين تتأتي بالأمن والحل هذا اللي بالشاشة عضو كنيسة اسمه المكهين من حزب بن كذير اليوم عاد واقترح قانون حتى الآن إذا قام فلسطيني بتنفيذ عملية يقومون بتفتيش بيته بطريقة يعني عنيفة يعتقلون أبناء عائلته أحيان لفترات طويلة يتهمونهم أنهم كانوا يعرفون ولاحقا يقومون بهدم البيت هدم بيت منفذ العملية حتى لو لم يكن أبناء عائلته صحاب البيت يعني حتى لو البيت لقبوه مشكله مباشرة حتى لو لكن أبناء عائلته يعرفون بأنه كان سينفذ العملية شو الفكرة الجديدة اللي جايبها هاتكوهين أن يقوم تقوم إسرائيل بتهجير بتهجير كل قرائبه أبو أمه إخوته خواته تهجير جميعهم ويحاول أن يقنع نفسه وأن يقنع المجتمع الإسرائيلي بأن هذه الفكرة الجديدة التهجير ستؤدي إلى زيادة الأمن طب تسهيل ضغط الزناد لم يؤدي إلى منع العمليات أحيانا حتى قتل أشخاص لم ينفذوا عمليات مرات قتل يهود يهود شكوا فيهم بأنه جايين يهودي شرق بشبه العرب كانوا يقتلوه لأنه شكوا فيه حدث عدة مرات وهذا لم يردع الآن يقولون إذا هجرنا أهل سيردع باعتقادي عدم الاستفزاز الناس إنهاء الاحتلال هذا مساء يأتي بالأمن للمنطقة مش كل عضو كنية متطرف بيجي بتطرفه بالليل بقعد يفكر بقانون أبشع بقانون أشنع ويلصق له فكرة بأن هذا يؤدي إلى الأمن وبنكفير قال وزعنا 180 ألف قطعة اسلاح فعليا فعليا من حيث الأرقام فلتوا التحليل من حيث الأرقام على الأرض من لما وزع بنكفير أسلحة هاي لعمليات ازدادت ولم تكن هذا هو الوضع للآن انتهى الفيديوهات رأيتم مرة أخرى يتجاهلون الألم في غزة مرة أخرى يتجاهلون الفيديوهات التي تصلنا من قصف في لبنان المجازر مستمرة في غزة نقترب من 43 ألف شهيد في غزة الناس تحترق أحياء ببث مباشر يحتركون أحياء ببث مباشر من الناس هذا ما زالوا يتجاهلون بالإعلام الإسرائيلي الأكفان تملأ كل مكان في غزة خصوصا شمال غزة يتجاهلون ولكن أنتم ممنوع ممنوع أن تتجاهلون ترون ذلك بالإعلام العربي ترون ذلك على قناة الغد ترون ذلك في قنوات أخرى ترون ذلك في السوشيال ميديا تتبعوا أخبارهم لأن تجاهل واعتياد هذا المشهد فيه خيانة للأبرياء الذين يعانون وتذكروا دائما رغم كل هذا المر وكل مر سيمر ولكل ليل آخر مهما بدأ من غير آخر أراكم غدا على أخبار أفضل بإذن الله أعجب 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 أ